موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم الجديد والفقرة الحوارية الأخيرة من البرنامج الأهل الليلة فقرة مختلفة شوية على الأقل حتى بالنسبة لجمهور النادي الأهل وبالنسبة لعلى المستوى الشخص اللي النهاردة ضيفنا مش هقدمه كبداية مدرب جديد إن شاء الله في المناخ التدريب في مصر أو حتى في أكاديمية النادي الأهلي أو في مجال تدريب القرى المصرية بشكل عام لكن حارس مرمى اشتغل في فترات كانت صعبة جداً ولعب في فترات كانت صعبة جداً 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 واشتغل مع الجهاز الفني في توقيت وخد مع الأهل بطولة إفريقية 2008 أمام القطن الكاميروني في جروة كانت في ظروف صعبة جداً حارس مر بظروف صعبة بفترات معينة لكن ظل لفترة طويلة جداً حريص على إنه يستمر داخل النادي الأهلي ويكون الحارس الأساسي بالإضافة لده حتى بعد اتزاله حابب يبدأ مجال التدريب من تحت ياخد خبرات ويبدأ يشتغل مع المكان الأصعب شغل الأكاديميات أو شغل اقطاع الناشئين والبراهم هو أصعب من الفريل الأول لكن لو عايز تاخد خبرات بجد تبدأ من القاعدة تبدأ من تحت تبدأ من السفر معي ومعاكم الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق والنادي الأهلي ومدرب في أكاديمية النادي الأهلي ومدير فن في أكاديمية النادي الأهلي كابتن أمير مناور الدنيا ربنا خليجة محمد متشكر جداً على الكلام الحلو ده ده حقك وأنا أسعيد جداً لما أكون مع حضرتك ومع كل الزمل اللي موجودين وخصوصاً في بيتي في النادي الأهلي ومبسوط جداً إمكان أنا النهاردة جاي من الأكاديمية جاي جاري عشان أما أتأخرش عليكم وطبعاً أنت عارف طبعاً السيفي بتاعنا أنا عارفك من سنين أيام كاس العالم الأندية ومن أطولات أفريقيا من زمن يعني فاكر بطش جروة؟ فاكر طبعاً مين ينسى؟ البطولة كانت صعبة جداً كانت في الظروب صعبة وأنت شفت بقينك شفت التدريبات شفت قبل البطولة والأجواء ماتش قانينبا وشفت أنت ماتش قاسك يعني كنت أنت معانا موجود يعني أنا كنت فخور جداً أن أنا كنت بلعب بإسم النادي الأهلي وأن أنا بأخذ بطولة أما تلعب بإسم النادي الأهلي وتأخذ بطولة حتى لو أنت صغير بتبقى حاجة كويسة جداً في السيفي بتاعك أكيد لا وأول سنة مشاركة أساسية مع النادي الأهلي في توقيت النادي الأهلي كان بيسعى لحارس برما وبيأخذ حارس من عنده يبدأ بالبطولة ويكمل لغاية النهاية ده كان إنجازة طيب جداً بالنسبة لك أميرو وبنسبة حتى للنادي الأهلي أنه لو عنده حتى حارس تاني أو تالي كان بعد الحضري لا كان جاهز وكان موجود بص هو الفكرة أن أنا يعني أنا كان مستر مانو الجزي كان عنده أسلوب معين كده كان بيجهز كل الناس كابتنا أحمد ناجي طبعاً كان مدربي وعرفي من أنا صغير لما طلعت مع الفريق الأول خلاص والناس عارفة من أمير والحمد لله يعني طلعت وتأيت تعطول من ونا صغير يمكن أنا حتى كمان خدت بطولة كنت صغير لعن 16 سنة كانت بطولة عربية مظبوط لما كنا نحن ملعب مع القطن بون الأسيوبي كانت بطولتين لما الفريق كان مقسم جزئين وقت مع الأفريقي بالضبط وقت مع الأسيوبي وأنا كنت مع المجموعة بطولة عربية الحمد لله حقق أنا بطولة وكان سنة صغير فالحمد لله يعني أنا من ونا صغير كانوا بيأهلوني نطلع من الفريق الأول طلعت عدت فترة كبيرة جداً يمكن الحمد لله أن الواحد كان بيجتهد والواحد الحمد لله كان عندي ثقة في ربنا وفي إمكانياتي أن أنا في أي وقت وطبيعي أن أي لعب في الناد الأهلي لازم يكون جاهز وده اللي حصل معي الحمد لله كنت بتأهل نفسياً كويس مع كابتنا أحمد ناجي لمسطن منه الجزيل الحضر كان بيالعب كل المنشاط الظروف الصعبة أن الحضر اللي لم يمشي وفي وقت صعب وكان له قيمة كبيرة الأصعب أن أنت لما جيت لعبت كنت أنا حصلت لي أصوابه وما كانش فيه حد في التأييد في القايمة غير أنا وإحمد عدد عبد المنعم فالطبيعي أننا لازم نكمل على أهل الأدوار الأولى إحنا الاثنين قبل ما ناد الأهلي يدور على حرس مرمى بعد كده جاب رمزي صالح وبعد كده شريف كرامي بالظبط كانت صعبة وفي حاجات أصعب لكن الحمد لله الواحد كان جاهز وقدنا بطولة كويسة كانت صعبة جداً من نسبة لها كانت جميلة كانت حلوة جداً كانت زكريات جميلة جداً 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 يعني أنا كنت لما أنا مكنش باشارك في الأول كنا مثلاً باللعب آسك باللعب آنينبا في نيجيريا وآسك في قصة قوتها قوتها جداً كنت أنا مثلاً ببقى موجود قاعد أقول إيه إمتى اليوم إن شاء الله لأنا حلع فيه أساسي هو أخذ بطولة مع النادي يمكن أنا الحمد لله خذت بطولات مع النادي كتير سواء مكنش باشارك أو باشارك لكن إحساسي بيان بذاتي إن أنا لما كن نهاردة بأخذ بطولة وأنا مش بشارك كان نفسي بقى أن أنا أشارك عشان أخذ بطولات دي والحمد لله ده اللي أتحقق في ظروف صعبة وإنت عارف النادي الأهلي أي حد لازم يبقى جاهز والنادي الأهلي ما بيقفش على حد النادي الأهلي أي حد جواه بيشارك فيه لازم بيقى مستعد لأن طبعاً إحنا بنمثل الكيان كبير وقيمة كبيرة جمهور عظيم فبتبقى مسؤولية كبيرة على اللاعب قل لكم أولاده وقد المسؤولين طبعاً يمكن أنا الحمد لله أنا فخور إن أنا ابن النادي الأهلي حتى لو باجي أحكي لولادي أو أحكي لصحابي إن أنا فاكر من أول يوم دخلت في النادي من أنه أنا عندي تسع سنين عشر سنين وعم حارس كان صغير في السن دلوقتي ماشا والله فحاجات بتبقى كويسة جداً أنت بتتدرج في الأعمارة السنية في الناشئين بعد كده بتتقي اسمك يتعرف شوية تلعب مع منتخب ناشئين بتاخد بطولات مع النادي يمكن أنا الحمد لله سنة من 92-93 لحد مثلاً تسعة وتسعين الحمد لله أنت مشارك مع الأعمار السنية في سني وفي السن الأكبر في الناشئين والبراعم في مرة أنا خدت حولي 6 بطولات في السن بتاعي والسن الأكبر بتاعة كابتن سعي أبو حافيز والسن بتاعة الكابتن تامير بجاتو والكابتن هشام حانفي والناس دي وكان فيه سن أكبر بتاعة الكابتن هني العقبي يعني الحمد لله كنت صغير الحمد لله بتدرج بصفة مستمرة ودي حاجة بتبقى كويسة في السيفي بتاعي لي والأولادي أن أنت حتى أولادي الحمد لله تبقى العود في نادي الأهلي في الأكاديمية يعني أجيال بتسلم أجيال طيب قبل ما نخش في بطولة إفريقيا ومواسق الألف أسبانيا ودي تفاصيل مهمة نتكلم معك فيها في النحية الفنية لكن أريد أن أستمر في الحياة الشخصية والحياة العملية لك بعد الاهتزال اتجهت دائماً اتجهت للتدريب وبدأت من القاعدة من السفر في الأكاديمية شايفها إزاي وتجربة بالنسبة لك إيه؟ بص هو أنا حيث التدريب هو في دماغي طبعاً يمكن أنا قبل ما أنا كنتش أعتزل كورة أصلاً بس كابت خالب بيبو كان يكلمني قبل ما أعتزل بفترة قال لي وعتعتزل وخليك ومش عارفه لما هو مسك رئيس أكاديميات الناد الأهلي هو عارف الحمد للأمكانيات كويس الإدارية والفنية فكلمني قال لي أمير إحنا الناد الأهلي عند الوقت الناد الأهلي بيدخل الكوادر جوه النادي أولاده والناس اللي هم يعني مع الكوادر صغيرة في السن وانت من ضمن الناس المرشحة لأي عمل جوه النادي فدي كان بالنسبة لي حاجة كويسة جداً الحمد لله ويمكن أنا اسم لما أتعرض الحمد لله بشكر كابتن خطيب طبعاً مجلس إدارك بالكامل والكابتن خالب بيبو إنهم عندهم ثقافية وقابليهم كابتن عبد الصادق وكابتن زيزو وكان حسام غالي وفضل الحمد لله ما اسم اتعرض فالحمد للناس رحبت بدا كويس جداً فأنا دخلت أنا كان يعني أنا مكنش إسا حددت أنا هعمل إيه الصراحة والكابتن خالد قال لي لأ خلاص اعتذل ودخل فدخلت أنا عند الوقت ماسك مدير فرع أكاديمية النادي الأهلي شيخ زايد ولكن أنا باخد كورسات للتدريب بنزل يعني أنا هو الموضوع إداري غصب عني بنزل ممكن أنا النهاردة كنت في التمرين في ولد عندهم مثلاً 12 سنة أو 11 سنة أنا كنت بانط الحبل معهم باعلمه إزاي نط الحبل باعلمه إزاي يمسك الكورة أنا باركتش هو ما شفتش بس عارف آه 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 دي جينات جينات بالزبط كده فدخلت طبعاً علمت الولد إزاي نط الحبل طبعاً محترام المدربين عندنا مدربين الحمد لله عظام مدربين كويسين جداً مسكين الولاد ولكن في حاجات معينة كده بتبقى عايز تعلم الولد إزاي يمسك الكورة إزاي التكنيك لأنه إزاي عنده شخصية من هو صغير عشان هو بيلعب بإسم النادي الأهلي أصعب فترة دي التعليم فيها آه طبعاً إحنا كلنا مررنا بكده بلس بتفرق بقى موهبة عن واحد موهوب خلاص في ثانية بيعمل لك ده في واحد بيتعلم أنا بالنسبة للتعليم ده ما لديش مشكلة وبانزل أقول للعيبة كمان بقول له هايل بس لازم بيعندك شخصية أنت لازم ما يفعش تشتغل والكورة بس هي لمجيلك لازم تشتغل قبلها وتتحرك لازم أنت بتلعب بلاي ميكر لازم تاخد الكورة وتلعب لازم تلعب بروح حجام ده لأنه لازم عندك شخصية تبدأ من دلوقات أنت بتلعب في النادي الأهلي مش معنى أنت في أكاديمية يعني أنت في أكاديمية معينة لا أنت بتلعب بإسم النادي لابس اللوجو النادي في ثانية لنفسك في القطاع والقطاع ده امتداد للفريق الأول فمنفهم الولاد الحاجات دي كلها ولكن حتى التدريب أن أمسك حراس المرمى طبعا أنا نفسي أن أمسك حراس المرمى النادي الأهلي دي حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا أو منتخب مصر فإن شاء الله أخذ كورسات إن شاء الله بإذن الله ودي خطة بتاعت الإدارة وفي نفس الوقت أنا موجود في الإدارة أوكي مش موجود أنا إن شاء الله حابب برضو حتى التدريب دي وأتمنى طبعا زيما أنا كنت صغير في النادي الأهلي إن شاء الله بقى مدرب كبير في النادي الأهلي بإذن الله وعرف كمان الميزة أنك من أحد أبناء النادي الأهلي عارف المنتالة العقلية أو التفكيري للنادي الأهلي عايزة تطلعه في الولد الصغير أو الناشئ الصغير اللي بيبدأ من الأكاديمية لغاية لما يتصعد كده خطوة خطوة للقطاع والبرائم ثم الفريق أول لازم تعلمه طبعاً أول حاجة سلوكياً لازم يبقى لنفسه والبيته والنادي نتت عشان تدخل النادي لازم يبقى سلوكياتك كويسة لازم تسمع الكلام فيش حد يرد على مدرب لازم تتعلم وتسمع لازم ما ينفعش حتى في المتشاط حد يستفزك تروح متخانق معاه كل ده احنا بنعلمه للولاد نفسين الأول بعد كده فنياً ولازم يبقى عنده شخصية من هو صغير لازم تنمي فيه شخصية الحمد لله احنا عندنا ولاد عندهم عشر ستين عندهم شخصية محابش يخسر محابش لو لعب وحش ولا خسر في ماتش أو تقسيمة طلع بعيض كل ده احنا بنعلمه لأن احنا كنا صغيرين وكان فيه ناس نجوم كبار وكابات كبار كانوا بيعلمونا فاحنا دورنا دلوقتي ان احنا نعلم الناس دي وانا يمكن ان انا من وانا صغير الحمد لله دي فرق معايا شوية ان انا من وانا صغير كنت زيهم فكنش احب اخسر يعني الحمد لله كنت في اوقات كتيرة جداً لو فيه اي بطولة وديه لازم في دماغي ان انا مخسرش ولازم اخد اكسب البطولة ولازم اخد احسن حارس كل ده الحمد لله كنت بحققه فلازم قدي الخبرات دي لولاد والابن واي ولد موجود في الاكاديمية لازم تتكلم معاه ولازم تنميه ولازم تشرح له يعني ايه نادى اهلي لازم تفهمه يعني ايه نادى اهلي لازم تفهمه يعني ايه كيان عشان للولد يطلع عنده شخصية لنادي الاهلي اسمه وانك انت تشتغله داخلك كده كده بيطلع بيديك شخصية ب famil style فيزبط بتبقى انت فارق بينك وبين اي حد ماشي فارق بينك حتى في المنتخبات هتحس أن عيبة النادي الأهلي مختلفة عن أي نادي محترم الكامل الأندهات التانية الولاد دازم تنميل الحاجات دي من هو صغير يبقى هدفه ومش أنه هو بس داخل الأكاديمية هدفه أن أنت تشوف وليك سيديمان تشوف كل الناس النجوم الموجودة رمضان صبحي كل الناس يطلع من أكاديميات إحنا كلنا كنا إمكان إحنا كان الجيل بتاعنا مختلف إن إحنا كنا بنيجي من الشارع بندخل اختبارات أما أنت دولت عندك فرصة حلوة أنت بتشارك في الأكاديمية بتتعلم في الأكاديمية بعد كنا بنعمل مطشط في الدوري فيها حاجة اسمها دوري ألفه به بندخل دورات في نفس الوقت كابتا خالي بيبو طبعا نعمل مجهود كبير جدا إن شاء الله يعمل له معسكرات في البلان الموجودة إن إحنا نعمل له معسكرات الولاد لازم يحس أنه بلعب في النادي الأهلي مظبوط بعد كنا بنعمل مطشط مع القطاع القطاع لازم كابتن فتح مبروك وكابتن شامحان في كل الناس الموجودة بيشوفوا الولاد والحمد لله ده اللي حصل في النهاية السيزون اللي فات شافوا الناد كتير جدا عندنا حتى هم يعني اتخذوا من مستوى الولاد قالوا لا أوخذوا بعض الناس هيعملهم معايشة مع القطاع هو ده الهدف إننا نهار ده الولاد وفق أكاديمية لازم أعلم كل الحاجات دي عشان المستوى يزيد يبقى مركز عشان تجي له فرصة للقطاع ومن القطاع يطلع على مراحل الشباب والنادي وفري الأول بعد وده اللي حالك قلت عليه في الأول إننا ممكن بدأت صغير بعد كده ابتديت أكبر 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 وهكذا وفي ناس كتير جدا كل نجوم النادي الأهل اللي هم أولاد النادي عملوا كده فاحنا بنعلم ده للولاد والولاد زي ما قلت إنه هو هدفه مش نهار في الأكاديمية تعلم ده ده عشان نبقى هدف الفري الأول في كل الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي بحيث إنه هو يبقى فيه اتصال بيننا وبين القطاع والحمد لله ده اللي بيحصل فرصة بقى أنت معي عشان برضو لو فيه أولاد صغيرين بيتفرجوا ولسه ما نضمش للأكاديمية في الشيخ زاية يمينك مدير الفرع في الشيخ زاية التوقيت دلوقتي مناسب إنه يحد يقدم متاح لفترة معينة والإجراءات إزاي أو إيه المفروض يحصل خلال الفترة جاء لو حد عايز يجي أنت معي بوسي محمد يمكننا السنة قبل اللي فاتت كان فرع الشيخ زاية كان العدد ضعيف شوي الحمد لله ما رحت أنا ومسكت أنا وكبتخالي بي كبتخالي مسك الأكاديميات كلها أنا مسك مدير فرع زي الأهلي زي الحمد لله من الساعة ما إحنا مسكنا السنة اللي فاتت يمكن ضربنا الرقم كتير جدا حوالي ألف ولد زيادة ممتاز السنة دي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بقنا أسبوع عشان برضو أقول للناس اللي هي عادة تشرك في الأكاديمية إحنا بقنا أسبوع بدأنا الاشتراكات كانت من حوالي 15 يوم لكن بقنا بالفعل أسبوع دلوقتي داخلين في أسبوع الحمد لله العدد مهول داخلين في ألف وشوية ألف ونص مثلا الحمد لله فدي حاجة الحمد لله كويسة جدا وفيه لسة ناس جاية فأنا عايز أقول للناس الحمد لله كل الناس وإحنا بناخد يعني سواء عضو في النادي أو غير عضو في النادي بيبقى طبعا اللايحة فيها فيه فروق طبعا للعضو وغير العضو فيه فروق لكن إحنا بدأنا وعايز أقول للناس كلها تيجي أن عندنا مدربين كويسين جدا واللي مش قريب من شيخ زاد في أهل مديد نص عنده عدد كبير يعني أتكلم على الحمد لله لحنا عندنا فروح كتير جدا بالزبط ودي حاجة كويسة جدا كل سنة بيبقوا عمل مجهود كبير جدا فتحنا السنة لفتت السويس وبعد كده إن شاء الله سندي هندخل بقى فيه كده كده الصعيد في كل محافظات القاهرة فبقول للولاد أنهم لا يجب يدخل يشارك في الأكاديمية النادي الأهلي يبتدي واحدة واحدة وبعد كده إن شاء الله يبقى نجم كبير والحاجات دي حتنفعه كمان في شخصيته أنه يبدأ مواء صغير في النادي الأهلي فإحنا الحمد لله إحنا بدأنا الاشتراكات في الأكاديمية وأي حد إحنا كل يوم معدى الجمعة طول الأسبوع من اتمرن ثلاثة أيام في الست أيام ثلاثة أيام بناخد مثلا حسب المواعيد بتاع بابا وحسب المواعيد بتاعته سابت واثنين واربع أو حد وثلاثة وخميس حسب مواعيده هو بيختارها بيبقى ثلاثة أيام في الصيف بقى كده بنجي في الشتر بيبقى يومين بعد كده بدخل بقى في شهر عشر بقى فيه دوري فيه سن معين بقى فيه دوري والأمور الحمد لله وبيعب بإسم النادي الأهلي يعني الحمد لله عاملين بلان كويس كابت خلي بيبو زي ما قلت إنه عامل موجود كبير جدا وإحنا وعمل سيستم إحنا بنمشي عليه ممتاز جدا يا كابتن أمير طيب الجزء الأخير في الموضوع دو الموليد السن اللي في المرحلة الأكاديمية بتتروح من سن كام لكام بصوا السنة اللي فاتت كان فيه كان معنا 2003 و4 و2 فإحنا لغينا إن السن دي طبعا بيبقى سنه كبر فبقى عندنا الأهم إنهم الصغيرين قوي فبدأنا عندنا السن من أول سن 2015 لحد 2005 تبدأ من 2015 اه يعني ولد عند 4-5 سنين يجي يشترك عادي ما فيش مشكلة في النادي عندنا الحمد لله عداد كبيرة جدا عندنا مداربين كويسين عندهم خبرات مداربين شباب فالحمد لله يعني السن من أول 2015 اه يبقى نفسه اللي ولد عنده 4 سنين اه سنة فاتت كان 4 سنين صعب السنة دخلناه بدأنا من 2015 و14 و13 و12 و11 لحد 2005 بتدد بقى فكرة تعليم المهارات الأساسية مع 2015 تعديدا لسه عنده 4 سنين التعامل فيه نفسي وزهني وغزى كمان ده قصة بيها أكيد بيختلف عن السن اللي هو مثلا عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 بيختلف كل عمار سنية مختلفة وإحنا الحمد لله عندنا برضو لما جينا اختارنا المدربين اختارنا مثلا في السن ده لازم مدرب محترف وعارف بتعامل معهم ازاي سنة 4 سنة 5 سنين ده ما بيبقاش محتاج ان انت تتعدي وتشوت على الجل بطريقة معينة وترقص بيعلمه ازاي يمشي بالكورة وبعد كده يبتدي التكنيك يبقى ازاي لو جولي ازاي ازاي اتعلم واحدة واحدة ازاي ترمي الحاجات دي كلها بيتعلمها لما بيجبر ومع الوقت بنعمل حاجة اسمها بنفس للمجموعة بتلاقي الولد مع الوقت بمستوى بيعلى فييجي عندي عدد فالمدرب بيجي بنعمل خطة انه لازم نفس الولاد المميزين عن الولاد والمميز يقص بعد المرحلة فيخش في التجارة تانية بالضبط او لبل تاني ده شيء منتع الشغل في الاكاديمية منتع بصوا ده تكملة طبعا للكبات الكبار الكبارة اللي كانوا مجدين كابتن عبدالصمد وكابتن شهول عبدالشافي وكابتن محمد رمضان كل لما اول من الاكاديمية بدأت طبعا كل فترة بيجي لها رئيس اكاديمية او مدير الفرع فاحنا بنطور وبنكمل المسيرة اللي هم عملوها والحمد لله كابتن خالد طبعا زي ما قلت كابتن خالد بيبو اسم كبير ونجم انتو جيل مميز خالقي جيل جديد الحمد لله وهو كمان حتى يعني بيحاول يجيب الناس اللي هي مسؤولة اللي هم اللي لهم اسم للاعبه في النادي بحس انت يعني النهار ده مثلا الحمد لله ما انا جيت اسمي اترح في اهلي شيخ زيد اعداد مهولة الحمد لله الولد السؤال اللي ما بيجي يسمع اسم نجم كان في الفريل اول وعمل بطولات افريقية وخش نادي الاهلي بيشوف الرموز اللي كان في الفريل اول اللي عملت بطولات انت بالنسبة اعلى هو بنسبة كبيرة بيبقى ولية امره هو عارف ولية الامر عارف لكن الولد بيبقى صغير مش عارف هو ما بيشوفني بيقوله مثلا ده كابنين امير عبد الحميد فالولد يقود يقول مثلا ايه طب انا عايز اشوف لعبه بس الكلان في 2015 انت الولاد الناس عارفة يعني انت الوقت احنا في قناوات الاهل بتسعلك متشاط انت لسه انا كنت مبطل قريب الناس كان يتفرج الحمد الله انت لك اسم ووضعك في النادي الحمد الله يعني ده بحمد ربنا علي وده النادي الاهل هو اللي اعملنا وهو ده اللي ادعنا اسمينا ده الصغار يختلف عن زمان بدا الوقت يمسيك الموبيلات بالضبط بيدخل انا فيه ولد عنده ست سنين جايلي قال انا شفت حضراتك وانت تلعب فدخل على الميديا والسوشيال ميديا واهله بيعرفوه خلاص الولد بيبقى عارف انا في ناس محمد بيقول لي من انا جالي ولي امر من كندا مصري عايش في كندا لما جاه هو عايز ادخل الاكاديمية فاكبر اكاديمية هو النادي الاهلي كاسم وكل حاجة ممكن احنا كمان عايز اقول للناس حاجة احنا اعلى اكاديمية اشتراكها مادي اكاديمية اشتراكها في الاشتراك في اكاديميات تانية بترفع السعر لكن احنا عندنا عدد كبير احنا يهمنا ان احنا نعمل اجيال كويسة ولاد كويسين يطلعوا للقطاع ويبقوا امتداد للفريق الاول وده هدفنا دور مختلف مختلف فانت بيجيلك ناس يعني جالي كويس جدا كان عايش في كندا واهله عارفين طبعا لما اول ما نزله خلاص وكابتن امير موجود خلاص فيه ولاد بقى بيلعبوا لعيب مثلا بيلعف نص الملع هو عايز نفسه بقى زي كابتن امير فيبقى جيلي كابتن امير ينفع حول وهو لقى كويس فبريك بس الولد بيبقى متأثر ازاي اه ان عندي حراس مارما كويسين الحمد لله حتى كمان انا لما جيت جبت مدربين حراس مارما الحمد لله عندي كابتن مصطفى وكابتن سامير من المدربين كويسين جدا اللي هم هيبقى ليهم دور ان شاء الله في القطاع بإذن الله يا رب التوفيلك ويا رب بإذن الله ومييزة انك موجود معايا نتكلم بتفاصيل اكتر في موضوع الاكاديمات عشان الناس تبقى برضو بتابعانا وعارفة ايه الجديد في موضوع النادي الايل والاكاديميات فاكل التوفيلك يا رب في هذه الجزء مناخي لك طيب انتقل بقى للبطولة الافريقية والنتيج وانا بكلمك تونس متقدمة على مدغشكر بهدف مقابل لشيء احرزه في رجاني ساسي تعليقك على تونس في البطولة واضح ان هي كده ايه هتغير المنطق بمعنى صح بص البطولات بقى اتنين يوسف المساكن الهدف التاني مساكني قلاصم اكيدا عدوا فيه في البطولات المجمعة بيبقى فيه حاجتين اول حاجة بيبقى فيه حاجة اسمها الحصال الاسود زي ما بيقولوا مدغشكر اعتقد انها كانت الحصال الاسود لحد اليوم ولكن طبعا هي كاسم لسه يعني ما خدتش بطولات قبل كده اول مشاركة اول مشاركة لها نتوصل الى ادوار دي حاجة كويسة تحسب لهم طبعا يركزوا بعد كده في اللي جاي تونس اسم كبير طبعا وخدت بطولة افراقيا دي قبل كده والحاجة التانية انا عايز اقولها ان الفرق اللي بتيجي بتتصحب كده واحدة واحدة تونس قاعدت تتعادل 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 لحد ما صعدت الادوار وصعدت تاني صعدت تاني ابتدت اما تدخل الطموح زاد تمام عندهم مدرب كويس ولكن انا كنت في اعتراض على وضع علي معلول قاعد مدرب علي معلول نجم كبير ورجل بشارك بصفة السامة مع النادر الاهلي وليه اسمه وتاريخ وموجوده ورجل اساسي طبعا ما يفعش ان تتعاند مع لعيب نجم كبير انا معافش الاحداث بس انا لا اعرفت بعد كده ان هو في ماتش كرواتيا في التفاصيل معينة ما بدأش الماتش وحاجات كده ولكن اي ان كان لازم تحترم لان نجم كبير وعالي من الشخصات المحترمة جدا اكيد مش هيرد وخبرة فنرجع لموضوعنا المدرب واضح انه عنده خبرات كويسة عرف ازاي يديهم طموح اكبر وعرف يتكلم في ان البطولة هو الهدف الاكبر فانت المكسب بيجيب مكسب والطموح بيزيد ان انت كنت واحد بعيد شوية بتتعادل بالعافية تمام انك انت تكسب غانة وتصعد دي كانت ضربة البداية لتونس بس ما خلاص انت دوقتي الطموح زاد لما دي تلعب تونس تلعب غانة وغانة اسم كبير وتكسب خلاص انت كده بقى حدفك اكبر وانهذا بتلعب مدغشكر ممكن تونس الفلق القوية اللي قابلتها شوية هي غانة ان كنت تكسب غانة وتصعد خلاص انت التموح بقى خلاص انا مش شايف غير كسر فروكيا والحاجة التالتة ان انت حد من البداية بين هو عايز ايه زي مثلا السنغال زي الجزائر نيجيريا نيجيريا لكن انا بتكلم على ان البطولة هيخدها حد تونس تونس طبعا اتمناتنا التوفيق لتونس ولكن في الفرق الاربعة لو هي اعرب للوصول مع السنغال وناجيريا والجزائر هي الاقل حدوزها اقل حدوزها انا شايف ان الجزائر طبعا ببارك لهم طبعا بارك لشعب الجزائري وتونس ان شاء الله يكسب ويعدي شايف ان البطولة صعبة اتمنى ان تطلع تونس او الجزائر ياخد البطولة لكن الامر تبقى صعب يعني بشكل الطريق اللي ماشيين به تونس ان شاء الله تتأهل تلاعب السنغال الجزائر ان شاء الله هتلاعب ناجيريا فيبقى نهاية عرب تونس والسنغال ماتش صعب جدا 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 انا شايف ان الامكانيات في السنغال اقوى التموح اقوى لكن انا ليه صحابي مرسلين موجودين بيكلموني ان السنغال لا بيهزروش تمركزين جدا حتى عادين فقتل عادي جدا اقل من العادي يعني هما طلبوا ان هما يعودوا فقتل اقل من العادي تمام ما رحوش لسه في ستارز او فقتل يعني انا حتى هما عايزين يبقوا جنب النادي جنب الملعب وفيه قتل كويس جنب الستاد يعني نقدروا كويس لكن هما لا 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 ده لازق في الستاد جوه الستاد جوه الستاد اه الطلبوا في واحد تاني يعني ايه اقل منه لفل عشان يبقوا بعيد خالص عن الدنيا التمرين وهكذا تركيز غير طبيعي هدفهم كبير ساد يومانين اجمي كبير فهو اعتقد ان هو برضو يطموح ان هو ياخد جايزة فرقته فرقة قوية ياخد البطولة عمل حالة في مصر ساد يومانين طبعا هو طبعا العيب جامد والعيب مميز ولكن طبعا احنا حتى الحالة اللي عملنا عشان طبعا وجود محمد صلاح معه في الليفربول ونفس الموضوع في السنغال صلاح برضو عمل حالة مع ساد يومانين الناس حابين صلاح عشان هم صحاب وكذا كان نفسنا طبعا منتخب مصر ان هو يكمل اسباب كتيرة جدا 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 احنا بتتكلم في اسم مصر اسم كبير بتتكلم في امكانات لعيبة مفروض ان هي كبيرة بتتكلم في تنظيم غير طبيعي بتتكلم يعني العالم كل انبهر بالافتتاح عندك جمهور عظيم طبعا كانت صدمة بالنسبة لخلوج المنتخب ولكن ان شاء الله انا من وجهة نظر يا كابتن امير مصر نجحت في التنظيم لكن اللي فشل هو المنتخب طبعا فنيا طبعا يعني مهم جدا نفصل في الجزئية دي لان بصراحة يعني على المستوى الجماهيري وعلى مستوى تنظيم البطولة مصر قدمت بطولة للقرة الافريقية الكل بيتكلم وكأنها بطولة عالمية هو ده اللي عملوه ده افتتاح كاس عالم بالظبط انت لو شفت امكانيات الاستداد غير طبيعي بشكل معا افقا كنا انا كنت موجود مع محمد فضل رايب من فترة كده كنا بلعب ماتش ودي مع منتخب افريقيا اول امبارح اول امبارح افريقيا لا نجوم نجوم القرى الافريقية امام الاعلام لا 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 نجوم مصر اه نجوم مصر نجوم مصر وعندك تلعب من ناحية تاني لحاجة ضيوف كانوا وكانوا وخليل فديجة ومبومة ودانيل اموكاشي تكلم في اسماء كبيرة الصحفين كانوا في ملعب تاني اه صحفين كانوا في ملعب تاني كانوا في ملعب تاني نفس الفكرة بس نفس الفكرة في ملعب تاني ايه هو الموضوع ان انت يعني بتعمل حالة كويسة بفضل الحمد يعني بصراحة عمل موجود كبير جدا وكل المجموعة اللي موجودة مين كسب كسبنا احنا طبعا ايوا كده اجيد العوض الخاصات المنتخب ايوا كنت انا مدرب حراس مرمى للمنتخب كابتن نادر السيد ويف وانا كنت اه لان انا ملعبتش ليه بقى خليلو فديجة وطبعا انتوان بيل وبيل انتوال كان طبعا اسم كبير طبعا اه خدوا مني الجزم والجوانتيات فما بدش معايا حاجة خلاص بقى قلت مش كده يلعب وهو ناس محترمة ونجوم كبيرة فعلا فلانا عايز اقول له الافتتاح انت كان نفتاح كاس عالم ولسه فيه مفجآت وان شاء الله النهائي هيبقى حاجة عظيمة خلال 8-9 دقايق بس حاجة عظيمة ممكن فضل على طول الاتصال معنا ومشكور ومشكور كل الناس الحمد لله ان احنا نجحنا نجحنا اداريا نجحنا تنظيميا كان نفسنا نكمل بقى الحتة دي لان انت عندك الجمهور مهم جدا وان انت بطولة على ارضك امكان احنا كمان التركيز منتخب الوطني في اخر بطولة لما وصلنا النهاية ضد الكاميرا في الجابون كان تركيز عالي غير طبيعي اما المرة دي مش عارف يعني انا حسست ان اللعيبة امكان انا روحت المنتخب او الماكش جنوب افراكيا وعادت يعني كنت مع اللعيب روحت معهم روحت لهم وقابلت بعض اللعيبة اللعيبة النجوم كبار النجوم ايه اللحظت لاحظت ان هم مجدودين حتى اقولتلي منتخبتهم منتخبتهم مضغطين مضغطين ليه اما اتكلموا ان هم مضغطين اعلاميا في مشاحنات جمهورية بعض اللعيبة تحس ان تخذ لكن ما تأخذش حقها في تنشانة في حاجات فيه حجاء دور الجهاز الفني فيه كرارات مخسرنا شكوراً. لا مخسرنا شكوراً. يعني أنا بالنسبة للناس بتقول لك إحنا المستوى الفني وبتاع ما تلعبش كويس بس بتصعب. بتصعب بالزبط. ده اللي أنا عايز أقوله. يعني في نقطة كمان. وليسة أنا كنا نعبطش الجزائر بس الشيء بالشيء يسكر. النهاردة الجزائر مع كوتيفورك حصلت مشاكل فنية أثناء المباراة وإصابة الأهم لعب عندها يوسف عطل. أرباكة حسابات جمان بالماضي. لكن الحالة الفنية الحالة المعنوية والنفسية كله مرتبط. بغداد بنجاع من ساعة مضايع ركلة الجزائر في أول شوط الثاني. وهو عمال يعيط حتى بعد ما استبدل من جامعة بالماضي. وفي رقلات الجزاء اللاعبة بتعيط. المدير الفني بيعيط. عايزين يكسبوا. ده هنا بقى فكرة التحدي أو روح المعنوية عشان يسعيدوا جمهورهم. يسعيدوا شعبهم. تمام. دي الفكرة أو دي الجزئية اللي كانت نقصة لعبتنا. وفيه قرارات إدارية تربوية حصلت. حصلت. بالضبط. وخدوا قرارات فيها. ما حدش راجع فيها. فأنا شايف إن هي مكملة. عندهم مدير فني وطني. عارف يعني إيمة التشيرت اللي هو لابسه. الجزائر خبالك بعد كاس لو تفتكر يا محمد. بعد كاس العالم. البرازيل. كانت في البرازيل. الأخر كاس عالم كتلابية لأنها كتفضة فروسيا. كانوا غير طبيعيين. ده آخر جيل كان في الجزائر. الجيل ده بعدي. بعدها على طول ما سعدوش بطولة فروسيا لو تاخد بالك. بالضبط. وأنا فاكر ماتش اللي كانوا بيلعبوا تقريبا أسيوبيا أو بيلعبوا حد على أرضهم في الجزائر. اتعادلوا أعتقد أو خسوا. لا خسوا وخرجوا من البطولة. مش عايز أقول لك بقى الجمهور هم عطازوا للجمهور. والجمهور سندهم. ابتدى بقى يجي لهم مدرب وطني. ابتدى اللعيبة تعرف إيمة البلد وإيمة التشيرت اللي هم اللابسينه. فيه عوامل بتنجح وفيه عوامل ما بتنجحش. فأنا شايف إن الجزائر اتحطى على طريق الصح بعد كسر عام والإخفاق اللي حصل ده ورجعوا تاني. إن شاء الله مص بإذن الله طبعا هو بنسبلنا إخفاق كبير لأن. يعني مش عايز أقول عزو للعيبة لأن أنا اللعيبة جزء من المسئولية. جزء من المسئولية. بالضبط. آآ ولكن اللعيبة طبعا مش تمحها ده. وأكيد كل واحد عايز يخدم بلده. كل واحد عايز يعني يحافظ على اسمه ويحافظ على اسم بلده ويوصل للنهاية وياخد بطولة طبيعي. يحتاجين جنبهم ناس. تعرفهم كيمة شرطة منطقة مصر وكيمة إنك بتلعب باسم مصر وسهيت هتلاقي اللعيبة موجودة. لأنا حسيته إن فيه بعد بين مفيش ترابط. حاجة إدارية فنية لعيبة علامية حسيت إن يعني اللعيبة في حتة بعيدة خالص عن أي جو. مافيش قائد في المنتخب. ممكن طبعا مش أقول مافيش قائد مش أقول مافيش قائد. أنت عندك نجوم كبيرة كل واحد قائد لنفسه أصلا. يا كابتن أمير أنت طبعا نجمه وعارف وكنت في الأهل وكان فيه لعيب أكبار. طبعا أنا معاك. بس فكرة قائد مش قائد من ناحية فنية. لا 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 فيه قائد في المنتخب يقدر يلم الفرقة. يعني في النادي الأهلي ممكن تبقى أنت بتلعب مباراة وخسران. بس في نفس الوقت منتدخل مؤسكر اللعيبة تتجمع. تقعد تروح تصلي الفجر. تقعد تيرى قرآن بالليل. فاكر أنت الحاجات دي. آه طبعا. الحاجات دي ملعب الملعب والفرقة مش كورة بس. وهناك طبعا يا ريت تشرح لنا ده. هي مش كورة بس ومش مدرب بيقول خطة. لا فيه حاجات تانية بتكمل ده. ده كان ناقص في المنتخب. الجزء السلوكي أو الجزء اللي هو الإحساس بالمسئولية. أو جزء فيه واحد كبير جوه المنتخب. مش نجم كبير في اسم فرقة كبيرة. لا 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 الفكرة. واحد عنده كاريزمة اللعبة بتهتم بي وتلتف حواليه. ليدر يعني. ليدر هم أنها صح. إنت لو خدت بالك محمد صلاح. ليدر مفروض. حجازي. مفروض ليدر. منني. هنتكلم على محمدي. وليد سليمان. في ناس كتير جدا كاريزمة. ولكن أنا زي ما قلت حدك إن. يعني وقعدوا مع بعض وبيقعدوا مع اللعيبة. أنا الثانية شفت وعارف وحضرت. خبالك أنا من سنتين أنت كنت مع الجيل ده. بالضبط. فإحساسي إن اللعيبة مضغوطين. إحساسي إن اللعيبة في فرق شزع أو بين الإعلام وبينهم. فرق شزع بين فصلين العالم كله عنهم. دي حاجات سلبية وإيجابية في نفس اللحظة. سلبية أن أنت قفل عليهم قفلة ضغطهم. وما بيبنشي لهم غير الحاجات السلبية زي ضغط إعلامي جمهور. بتلاقي الإعلام يعني. سوشال ميديا. فيه ناس بتدخل على سوشال ميديا. ناس بتتبع فيه قرارات حصلت بترجعت فيها. هنعمل إيه؟ شغلنا بنا بحاجات كثيرة غير التركيز في الكورة. بالضبط. ولكن. أنا متفايل إن شاء الله أن المنتخب يعني. يعني. دي كبوة. بس كنفسنا يعني إيه؟ تحصل بعدين. صاحبان علينا مش فيه أردنا. مش فيه أردنا. مش فيه أردنا. مش فيه أردنا. ومش إمكانياتنا. ومش الجمهور العظيم الموجود. انت عامل يعني. طبيعي. طبيعي. لو إحنا مركزين أو الأمور ماشية كويس فيه توفيق. طبيعي إن أنت توصل للنهائي بالجمهور ده. بالافتتاح ده. بالتنظيم ده. بحاجة بأننا كتير جدا. يعني. ما ننظمناش من 2006 ما ننظمناش على أردنا. نريد أن نرجع الأجواء دي تاني. الأجواء كويسة جدا. أمنيا الحمد لله. كان في السياحة ناس مبسوطة جدا. نهاردا نجوم العالم يقول لك. صح. في السياحة. كل حاجة كويسة ما عادة. توفيق المنتخب أو. الدور اللي كان لازم اللعيبة أو الجهاز أو المسؤولين. لازم يكونوا أيمين بدور فيه صح. يحسني كامل الحاجات دي كويسة. ونوصل للنهائي. وده كان هدفنا. الناس جاء لها إحباط غير طبيعي. أنا واحد من الناس. يعني. مش هتكلم فنيا على حده بتاع. بس أنا. يعني فنيا أنت فاضل خمس دقيقة. خمس دقيقة على المتش. وانت عندك اكسر طايم. مفروض أن أنت عندك نص ساعة تانية. ما يفعش فنيا أطلع نص الملعب. حتى لو هم مش قادرين يجروا. أو حتى لو هم مش موفقين. لازم. تقول. بعدي كمان. فيها هجمتين تاتة من نص الملعب. ده أول ما تلقيت عبدالله السعيد خرج. وليقيت أنني خرج. قلت بس. فاضل خمس دقيقة. يعني حتى كان معي. ابن أختي كان بيتفرج معي. قلت له خمس دقيقة. فيه جول داخل. معروفة. نهاردة لازم تبص قدام. أنت عايز تكسب ليه. دلوقتي. انت فاضل خمس دقيقة. ما تضمنش اللي يحصل إيه. طب. تعمل ده بعدين. أو أنت خسران. ممكن مستر ملعب الجزية كان. بيعمل بالتغييرات. إيه بقى خمسة ستة مهاجمين. بس إمتة. مستر ملعب في مرة خلى وقي الجمعة فرود. يعني. كان بيعملها في إطار. يجيب حد من نص الملعب ينجعه وارب. لعب الزيات كتير جدا فرود. لعب أحمد السيد فرود. لعب أحمد السيد. نجد أن هناك موقف أحمد السيد. مفتوض أنه يبسك المهاجم. عندما طلع قدام. هو مفتوض مهاجم. المهاجم رجع معي. لا. هو وقف وارب غطي. يعني. 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 فهو طبعا. أسطورة. قال له يا ابنة. لحطك قدام فرود. يعني. كان عمر ما يخطأ الخطأ ده. أنا لو مدرب. يعني. عمر ما يخطأ الخطأ ده. عمري. فضل خمس دقيق. لازم أحافظ. أعمل ده لو أنا خسران. فضل ثلاثة أربع خمس دقيق. أعمل ده خلاص. خلاص. بقى تغيير. انت ناس في أوروبا بتشوف الجوال بي مخصنين أو متعدلين. عايزين يكسابه. يتقدم. يتقدم. بس. ممنسبة. وانت زرته المعسكر. الشناوي بقى. يعني. النقطة الإيجابية الوحيدة في مباراة المنتخب. وفي المنتخب اللي طلعنا بيها. مستوى الشناوي. وده مستوى. عشان بس الناس ممكن تقول لك. هو ليبيا انتقلق في المنتخب. مش مالقل. ده مستوى الشناوي. وقت ما بتلاقيه. في مرحلة صعبة أو جد. هتلاقي موجود. وانت في المعسكر الباكت النأمير. وشفت الشناوي. وقعدت معاه. الحالة كانت ايه بالنسبة للشناوي. أنا حسيت ان الشناوي في حتة. والمنتخب كله في حتة تانية. بص انا قلت لك مهم جدا التركيز. يمكن انا. عايز اقول برضو. طارق حامد كان برضو ليه دور. صراحة. تريس جيه. كان ليه دور. ببعض النات بيحاول. بس. الدول اللي هم. شايف ان هم. كانوا مميزين. لكن. احنا المصر الشناوي. طبعا هو اللي كان مميز اكتر. الشناوي كنت على اتصال به دايما. وبعته مسجات. مركز التركيز غير طبيعي. يمكن انا اخر مرة كنت موجود. قابلته. كلمت معاه. وكلمت بكابتان احمد ناجي. يعد معاه ساعتين ثلاثة. قال لي لا دف حاجة تانية خالص. وتركيز غير طبيعي. وراجل عنده شخصية. ما بيخافش. الظبط. تانية حاجة من بلده. وعايز ياخد حسن حالس في البطولة. وفيه ماتش. على فكرة فيه ماتش. كان. مانوف زماتش. مفروض كان هياخده محمد الشناوي. اه. المباراة. اعتقد. التالت. مباراة اوغندا. اوغندا. كان هياخد حسن لعبة في المباراة. ولكن هو. الدول المحمدي. الدول المحمدي. عشان لقوا. حسوا ان محمد الشناوي. بيقعوا مرة ومرتين. اه. لكن هو طبيعي. هو مركز جدا. اه. عارف يعني اسم المنتخب مصر. اه. التانية حاجة. الناس. انت حاجة بتقول ان الناس بتقول ان هو بلعب مع المنتخب حاجة. لا بالعكس. الشناوي مميز جدا. اوه. الناس بتربطها ربطة غريبة جدا. بالعكس. هتلاقي الناس اللي مش بتشجع الاهلي. هتلاقي الكلام ده. هتلاقي كتير جدا. هتلاقي الاعلمين المش اهلوين. هتلاقي قول الكلام ده. بغزوا الكلام ده. بالضبط. لكنه الشناوي انا عاجبني تركيزه جدا جدا. عاجبني. يعني. اه. انا كنت دام اقول الشناوي انا عايزك تركيز تسعين ديئة. في بعض. وده طبيعي ان انت ممكن ساعات بتشت شوية. لكن هو. انا قلت له تسعين ديئة. اول ثانية. الاخر الثانية مركز. اه. الطموح بيزيد. لان انت ما بدخلش فيها جوال النهاردة. بكسب. وماشي كويس. المطش الجاي ما يدخلش فيها جوال تانية. وتحدي بيزيد. وتحدي بيزيد. تركيزه بيزيد اكتر. خلاص. هو اخد البطولة. زي كاس العالم. فلان انا عايز اقوله ان هو طبعا يستحق ان هو. وكان نفسنا. احنا لو كنا كمنا كان فيه انجازات كتيرة هتحصل. جوالس فردية على ان انت تصعد نهائي الكاس تاخد البطولة. فيه حاجات كتيرة جدا كنا مستنيانها. صلاح لو كنا كسبنا ان شاء الله كان مرشح للكرة الزهبية. وهكذا. فهي اسمك بيزيد في اوروبا. يعني. ما كسب كتيرة. ما كسب كتيرة. ولكن. ان شاء الله اللي جايب احصل. طيب. المدرب اللي ممكن الفترة القادمة نختاره كمدير فني للمنتخب. هل الفكرة. وطني ولا اجنبي. ولا احنا الاول نشوف المشروع اللي احنا محتاجينه. عشان نبني منتخب صح. لان دايما بلاحز ان الناس كلها بتتكلم. وطني ولا اجنبي. اجنبي ولا وطني. كلام ده من ايامي كابتن الجهر الله يرحمه. من قابليه كمامي كابتن ابن صلح الوحش الله يرحمه. لكن هي الفكرة دلوقتي الاتحادات اللي بتختار مدربين. بتختار حسب المشروع اللي عايز اتعمله. ايه الطريقة او ايه الشكل اللي عايز اطلع بين المنتخب لكم سنة قدامه. بص يا محمد انا عندي مثل دايما بقوله الحنفية والمسورة. بمعنى. ما ينفعش ان انا النهاردة اصلح الحنفية واسيب المسورة بايزة. لازم صلح المسورة كويس وبعا كده بص للحنفية. يعني لازم اشوف الاساس الاول. يعني ما ينفعش ان اقول الناس ان اجيب مدرب مني مش عارفية او لعيبة مين. ويبقى اسمنا كده سيب حاجات موجودة الاساسيات. 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 لازم اصلح في الاساسيات. بالضبط. لازم اشوف الانسب لمين اللي هو يكن موجود في اتحاد الكورة. اشوف الانسب اللي هينظم المنظومة الرياضية في مصر. لازم هو كله على بعضه باكيج. اننا النهاردة لازم اشوف الناس بتحب البلد. الناس مش بص الحاجة معينة. وبعد كده ماجي الكورة في الحتة الادارية. هعرف اختار مدير فني محترم. سبقى اي ان كان مصري او اجنابي. هبتدي ارتكب بالفكر. هبتدي اجيب لعيبة مميزة. هبتدي ادخل اللعيبة الصحة في المنتخب. يمكن انا برضو يمكنش عاجرني اختراط اللعيبة في المنتخب بالصراحة. ادخل الأساس. طبعا. اربع خمس ست لعيبة مهمين. انت لحد اخر لحظة. انت مش عارف مثلا محمود علاء هيروح ولا مش هيروح صح يعني محمود علاء كان لازم يروح قبل كده من المعسكرات قبل كده انت جاي قبل كلاس أمم مع الضغط الجمهير يهب لعب ودخل المعسكر وليد سيمك كان لازم يروح قبل كده راح في آخر معسكر لعبة كتير فيه لعبة موجودة زي رمضان صبحي زي عبد الله جمعة زي ناس كتير يعني عواق يعني فيه مجموعة كتازة تكون موجودة في المنتخم مش عايز انسى اسماء هو ده انا بتكلم فيه ان انت تأسس ادارة تمام مفيش مصالح شخصية بعد كده تدخل على اختيارات تكون صح في الجهاز الفني ابتدي اختار كويس قوي في اللعبة اللي موجودة قبل كل كل كلام دوت اشوف المنظومة الرياضية في مصر ماشي ازاي ماشي ازاي لازم ده الاساس بتاعي بالنسبة لعشان ارتاقب المنتخب وارجع تاني لطريق الصح يا رب بإذن الله كابتن امير اللي بشكرك شكرا جزيزي الحلقة اوان شاء الله نحن نجد بقى وقت اكتر نقض ببعضوا نتكلم في الكورة انك بتأكيد فرصة نتكلم معك في الكورة ونشوف بالاكداميات الفترة جاية ان شاء الله نطلع بقى امين صاد نشوف بقى اسام كبيرة ان شاء الله في القرى المصرية الفترة الجاية ان شاء الله محمد مسي جدا انا معك النهارده وござلنا عارف عشة عمر بين انت عارفت حبيبي وانا سعيد انا معك النهارده وسعيد ان انا في بيتي في قناة النادي الأهلي وبتمانيك والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله شكراً لزالك حلقة كانت مهمة جداً وعلى مستوى الشخص طبع بالتأجيد مبسوط إننا موجود مع كابتن أمير عبد الحميد ده حارس مرمى النادي الأهلي الصادق ومدير رفع النادي الأهلي بأكاديمية الشخزات كل التوفيق يا رب لأكاديميات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ومنتخذنا الوطني والبطولة الإفريقية لداخل خلاص بمرحلة الجد مرحلة السيمي فاينال والفاينال وإن شاء الله البطولة تنجح بشكل كبير جداً خلال الأيام القليلة القادمة شكراً لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على كير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة